وأخيراً جي تي على الجهاز بلاي سيشن فور رح تكلم هنا عن أكثر الأشياء اللي نعرفها أكثر أشياء اللي نعرفها عن أشياء اللي نعرفها بس السلام عليكم جران توريزم والجديدة أو جي تي مثل ما كثيرين يعرفونها رح تتوفر على الجهاز بلاي سيشن فور في شهر نوفمبر القادم بإذن الله تعالى تحديداً يوم 15 اللعبة فيها ثمانية أطوار مختلفة وإذا رح تلعب أوفلاين رح تكون عندك أكثر من 117 مهمة مختلفة عرض السيارات في اللعبة مبدأ أيام 139 سيارة كيد إنها قابل زيادة مع الوقت طبعاً جالسة تكلمت ومتشوفوا اللقطات من التريلر حق اللعبة وفريق التطوير قال إن اللعبة رح يكون فيها نظام حق التصادم أو تأثير الصدمات على السيارات إذا صدمت بسيارة ثانية رح تنطعج وتصير حركات زي كذا كمان قالوا رح يكون فيه تأثير مناخي على اللعبة رح يكون فيه أنطار وأشياء ثانية عوامل جوية مختلفة ما عرضوها لكن قالوا إيش بخصوص اللي هو حق التأثير الأجواء وهذا الشي رح يكون يعني متلقاي رح يكون أنت التويب نفسك قبل كالسباك على فكرة كل شيء جاهزين تشوفون من اللعبة هذا هو فقط 50% على كلام المطورين وبالرغم إنه 50% فقط إلا زي ما أنتم شايفين حين على الشاشة شكل اللعبة أجمل بكثير من جران توريزمو 6 وعلى فكرة كان مفروض إنه يكون فيه بيتا للعبة نشوفها في الفترة القادمة ما لكن مثل ما نعرف إنه تجهيز البيتا يأخذ وقت ممكن يأخذ شهور واللعبة في نوفمبر يعني بعد نوفمبر شهر 11 نحن نحي تقريبا خلاص شويه ندخل شهر ستة فمعد باقي وقت خمسة شهور بس فما عدت السوى فعشان كذا فريق التطوير يعتذر ويقول لكم ما رح يكون في بيتا فراح تحصلون اللعبة كذا على طول وعمومة جران توريزمو هو مو من ألعاب اللي نخاف على مستوها بإن الله تعالى رح تكون قد المستوى بتقدمنا المتعة اللي نحتاجها وعلى فكرة فريق التطوير يبغى يسوي شي رهيب يبغى اللعبة تكون بوضوح 1080p وبستين إطار بالثانية والألعاب بتعتمد على السرعة زي ألعاب السيارات أو القتالة وحتى بعض الألعاب التصويب تحتاج جداً لإطارات يعني هذا الشيء جداً تفرق فيها حتى النعوم وساسح حركة تكون حلوة كمان في اللعبة يطيقكم الفعافية على المتابعة عطونا رأيكم في اللعبة وفي الفيديوهات اللي شفتوها وهل تشوفون منافسة بينها بين فورزا وصلت إلى ماذي أنتم سموها أنتم عمها ويسمها فعطنا رأيكم جي تي سبورت كما معاكم حبيب المحفوظ سبحانك الله وحمدك أشن الله إله إلا أنت استغفركوا أتوب إليك السلام عليكم